تحول كل الاهتمام لمحافظة ادلب التي تعد من اخر المناطق تحت سيطرة قوات المعارضة فما يعتبر استعادة ادلب من قوات المعارضة سيجد الرئيس السوري بشار الاسد يقترب من النصر في هذه الحرب التي استمرت ثماني سنوات ان موقع ادلب بوحمية استراتيجية كبيرة انه قريب جدا من تركيا كما هو نقطة التقائي تؤدي على اراق والسوريا والاردن اذا كانت الجغرافية تحدد الاستراتيجية فهذا الموقع هو بتاكيد موقع مهم جدا شنت روسيا هذا الاسبوع غرط جوي على محافظة ادلب حيث قالت وزارة الدفاع الروسية انها استهدفت مواقع الارهابي ومن المقرر ان يجتمع المسؤولون الاطراق والروس والارانيون في طهران يوم الجمعة لمناقشة الوضع في ادلب وتعمل الدول الثلاث كدول ضامنة اثناء عمية السلام في استانا وانشأت تركيا اثنى عشر مركزا للمراقبة في محافظة ادلب تحت اطار اتفاقهم وزادت تركيا ايضا وجودها العسكري مع دبابات على طول الحدود السورية وفي شهر الماضي سرح وزير الخارجية الروسية سرقيل افروب بانه ينبغي لجماعات المعارضة التي تستعد لاجراء حوار مع الحكومة السورية ان تنفصل عن الالهابيين وقد نفتت القوات البحرية الروسية تدريبات عسكرية ضخمة في البحر الابض المتوسط في نهاية الاسبوع الماضي ويؤكد بعض المحللين ان هذه التدريبات لديها اشارات سياسية قوية اولا وقبل كل شيء ما هو الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هي ترسل اشارة ما فادها انها اذا جئت الى هنا سارتو في العلاقات الدولية نسمي هذا ازهر علمك لذلك مع استخدام تدريبات هو ليعطي هذه الاشارة الى اي طائرات ترنادو محتملة تنطلق من قبرص او صواريخ الامريكية من الصفن اصدرت الولايات المتحدة تحضيرها الخاص قائلة انه في حال وجود اي علامات على حدوث هجمات كيموية فان واشنطن ستتخذ اجرائتها في ثين صرح مسؤولون روس في وقت سابق لانهم يتوقعون ان تقوم قوات المعارضة بمثل هذا الهجوم وحوالي نسف سكان ادلب حاليا كانوا نازحي وبمجرد ان يبدأ الهجوم فقد يفر مئات الاف المدنيين من ادلب ومن جانبها تستضيف تركيا اكثر من ثلاث ملايين وخمسمائة الف لاجة وفي حال تدفق اللاجئين الجدد فمن المتوقع بذل جهودنا على الجنب السوري من الحدود اعتقد ان الخجوم سيتسبب في تدفق اللاجئين وستكون العولوية بنسبة لتركيا ومنظمات الاخراصة الدولية في انشاء منطقة امنة قريبة من الحدود التركية وحماية والدعم اللاجئين هناك وبالنسبة لاليك الذين يقررون البقاء في المنطقة سيواجهون اياما صعبة ويقال ان المدنيين داخل ادلب يقومون بسرداتهم الخاصة عن طريق سرع اقناعة غاز مؤقتة وبناء مخابئة لهم ولتخزين المواد القدائية